الخبر يزال قدام حضراتكم على الشاشة نقلا عن شبكة CNN وزير المالية السعودي محمد الجدعان لن نقدم منح ومساعدات إلى الدول دون رؤية إصلاحات التفاصيل بصراحة خطيرة ومهمة لأن ده تفاعل سعودي مع الأزمة الاقتصادية خلينا أقولها كده بشكل صريح في مصر الراجل ده مش بيتكلم على دول تاني الراجل ده بيتكلم على مصر والخبر من CNN وزير المالية السعودي يقول لن نقدم منح ومساعدات إلى الدول دون رؤية إصلاحات قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن بلاده غيرت طريقتها في تقديم المنح والمساعدات إلى الدول المجاورة موضحا أنها ستكون مشروطة بحدوث إصلاحات وقال الجدعان على هامش منتدى ديفوس اليوم الأربعاء نحن أيضا نقوم بالتركيز على إقليمنا ونريد أن نكون مثالا للمنطقة ونشجع كذلك كثير من الدول حولنا أن تقوم بأعمال إصلاحية وأضاف الجدعان نحن نغير طريقة تقدمنا للمساعدات وتطورها بص السطر الجاي لأنه مهم اعتدنا أن نعطي منحا وودائع دون شروط ونحن نغير ذلك وزير المالية السعودي بيقول اعتدنا أن نعطي منحا وودائع دون شروط ونحن نغير ذلك ونقوم بالعمل مع مؤسسات متعددة الأطراف لنقول نحن نريد أن نرى إصلاحات وأضاف الجدعان نحن نفرد ضرائب على شعبنا نتوقع من الدول أن تقوم بفعل نفس الشيء وأن يقوموا بدورهم نريد أن نساعد ولكن نريد من الجميع أن يقوموا بدورهم هناك الكثير من الإصلاحات التي تمت لحماية اقتصاد المملكة وأيضا لمساعدة الاقتصاد العالمي الراجل في فيديو في منتدى ديفوس سنغير طريقتنا في منح الودائع والمساعدات التي كنا نعطيها في السابق دون شروط ما بقاش فيه رز يا عبد فتاح خلاص ما بقاش فيه رز السعودية ما بقاش عندها رز طيب تعالوا كده نحط البازل بسرعة في الديئة اللي باقية في الحلقة ونركب كده القصة ويمكن بكرة نتكلم بالتفصيل عن الفيديو ده إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن السعودية وقفت الحنفية ما بقاش فيه رز بيتدفع نهاردة الصبح في بداية الحلقة دي قلت لك تقرير هيئة تحرير فينانشل تايمز قالت إيه على الجزء ده؟ قالت إن دول الخليج لازم تضغط على السي سي عشان يلتزم بتعهداته لإنها مش هتسمح بإيه؟ بفشل مصر يبقى إذن السعودية ودول الخليج تتعامل مع دول أسماء مصر مش هتسمح بفشلها لكن هتضغط على السي سي نحن نغير من طريقة الودائع اللي بنعملها إحنا كنا بنمنح دونا شروط بح خلص ما عادش فيه وده بيفسر لك الهجوم اللي حصل على السعودية من كذا يوم محمد الباز على عمر أديب يا عميل يا خدام يا بتاع الكفيل يا مش عارف كذا يا كذا في حملة على السعودية عملت وطلعنا قلنا لكم إنها عشان الحنفية تقفلت مش هتسمحين يتفعوله النهاردة وزير المالية السعودي في أول تصريح رسمي بيقولها فتاح السي سي بيقول النغام المصري بح خلص ما بقاش في رز فوت علينا بكرة يا سيد لازم نشوف الإصلاحات هيدغطوا عليه عشان يطلع الجيش من الاقتصاد منحنى خطير وضغط كبير على عبد الفتاح السي سي اللي كان قاعد زي التلميذي النهاردة في الإمارات أكيدا نتكلم بالتفصيل عن هذا الخبر في حلقات الغد تسباح الخير